بسم الله الرحمن الرحيم سوف أمر في هذه الحصة التناسبية للمستوى الخامس والسادس ابتدائي إذن لماذا قلت الخامس والسادس؟ لأن تلاميذ السنة الخامسة سيقرؤون درس التناسبية مرة أخرى في السنة السادسة إذن السؤال عندي هو املأ الجدولين وحدد معامل التناسب ي juntحل الجدول الاول عدد علب السرديل والثمان بالدراهن مثلا علبة واحدة ثلاث علب نشوف الثمان اليها كما أنت لاحظون عندي خمس علب السرديل ثمان وثلاثون دراهن بالنسبة للجدول الثاني فسعني كمية التفاح بالكيلوغرام والخانة الثانية التمان بالدراهن مثلا عندي جزء كيلوغرام من التفاح الأعصر الدراهن اذا نشوف احنا خمسة كيلو جرام من التفاح حل 8 ديلا ونشوف 35 ديلا كم فيها من كيلو جرام لان باش نفهموا التنسبية اكتر او ما معنى التنسبية يعني ان اعداد السطر الاول تكون متناسبة من اعداد السطر الثاني باش نفهموا اكتر نشوفوا واحد المثال هنا نفترضوا ان عندي انا واحد بمرقاب مرقاب يعني غارج غارج لكيكونوا فيه جوز سيارة كيقدريها فقط جوز سيارة اذا عندي غارج واحد تحل فيه من سيارة سيارتان يشوفوا بالنسبة الى عندي مثلا جوز غارجة فشحام السيارة غتكون عندي اذا الغارج الليول هتكون فيه سيارة جوز سيارت والغارج تاني هيكونوا فيه ايضا جوز سيارت اذا جوز غارجة شحال فيه من سيارة اثنان واثنان اربع اذا جوز غارجة فيهم اربع سيارتان نشوفوا الان مثل ثالث عندي مثلا ثلاثة غارجة شحال من سيارة غتكون اذا نقلنا على غارجة الاول هيكون فيه جوز غارجة ثانية كذلك اثنان والغارجة ثالث كذلك اثنان اللي هنشوفوا المجموع اثنان اثنان اربعة زايد اثنان ستة يعني ثلاثة غارجة هيكون فيهم ستة مرآ فكما كنتلاحظوا فعندنا الانتقال من واحد الى اثنان ضربنا في اثنان وهذه اثنان اللي هو معامل التناسب انشوفوها من بعد اذا هذا اثنان هو معامل تناسبه تلاحظوا على التاني انا اثنان الى ضربتها في رقم اثنان كنحصل على اربع اناية ثلاثة الى ضربتها كذلك في معامل ثلاثة باثنان كنحصل على ستة مزيد نفهم اكتر شووشي مثال اخر ونفترضو نحاولو نخرجو نفس المعطاية اذا هاد المرة هنفترضو ان قسم هذا مثلا قسم في عشرة تلامين اذا قسم 1 قيذ 10 تلاميذ بالنسبة ان قسم انا يجوش اقسام قيز 10 تلاميذ زايد عسرة عشرون زايد عسرة ثلاثون. اذا احنا هنا بالنسبة عندنا معامل تناسب ما كيبقاش اثنان. في هذا المثال فمعامل تناسب لهو كان عمله عسرة مقسمة على واحد هي عسرة. اذا معامل تناسب هو عسرة كما كتلاحظوا. اذا اثنان الى ضربتها في عسرة كان حصل على عشرون. ثلاثة الى ضربتها كذلك في عسرة كان حصل على ثلاثون. مزيد. اذا نشوف الان بالنسبة الجدولين الجدول الاول. اذا قلنا عدنا عدد علب استردين والتمن بالديرها. بالنسبة للمثال كيفاش كان نعمل باش نحصله على معامل تناسب. السؤال هو حدد معامل تناسب ومن بعد نملأ الخانة. باش نحصل معامل تناسب كنشوف الخانتين المتقابلتين المملؤتين. مثلا هذه اللي اقبلتها فارغة. هذه كذلك الخانة الموافقة لها فارغة. اذا نشوف احنا الخانتين المتقابلتين يكونوا عامرين. اذا عندي ثلاثين وخمسين. شنو كنعمل? كنشوف اكبر عدده هو ثلاثون كنقسمه على خمسة. ثلاثين مقسمة على خمسة كنحصل على ستة. اذا فمعامل تناسب هو ستة. اذا للانطلاق من الخانة الاولى الى الخانة الثانية اش نضرب في عدد ستة. والعكس. والانطلاق من الخانة سفلة الى الخانة الاعلى نقسم على ستة. اذا معامل تناسب عندي هو ستة. اذا لنملأ الان الفراغات. اذا واحد في ستة احصل على ستة. اذا علبة سردين واحدة ثمن وستة درعين. نشوفوه ثلاثة علبة سردين. اذا ثلاثة في المعامل تناسب لي هو ستة احصل على تمرية عشر. يعني ان ثلاثة علبة سردين ثمنها هو تمرية عشر. بالنسبة نشوفوه لهذه الخانة عندي العكس. اذا اذا بغي تلقى هذه الخانة كنمشي بالعكس. شنو كنعمل؟ اقسم على ستة. اذا الانطلاق من هنا اضرب في ستة. والعكس اقسم على ستة. اذا تمانية واربعون مقسومه على ستة هو تمانية. وبالنسبة لهذه الخانة اذا اضرب في معامل التناسب هو ستة. عشرة في ستة هي ستون ديرهما. يعني ان ثمن عدد علب سردين سردين عشرة علب ثمنها هو ستون ديرهما. مزيد. نشوفوه المثال الثاني او نجده الثاني اللي عندي فيه كمية التفاح بالكيلوغرام والثمن بالديره. اذا اول حاجة خصنا نوجده معامل تناسب. اذا قلنا لإيجاد معامل تناسب. كنشوفو الخانة الخانتين الموافقتين اللي كيكونوا مملؤتين. فينا هما عندي في المثال هما هذه الخانة. هذه الخانة اللي عندي الفوق عمره والتحت حمره. اذا لإيجاد عمل معامل تناسب. كنشوفو دائما العدد الاكبر عسرة. وكنقسموها على العدد الاصغر. اذا عسرة مقسمة على اثنان هو خمسة. وبالتالي فمعامل تناسب هو خمسة. اذا في هذا الاتجاه نضرب في خمسة. وفي العكس. قلنا ماذا نقسم. عفوا. نقسم على خمسة. اذا هنا نضرب في خمسة. وفي العكس نقسم على خمسة. إلا بغينا نجدو هاد الخانة هادي شنو كنعملو? قلنا عشرين. كنقسموها على خمسة. عشرين مقسمة على خمسة هي اربعة. والعكس. إلا بغينا نوجدو هاد الخانة فكنعملو خمسة في خمسة. في معامل تناسب. خمسة في خمسة. خمسة وعشرون. العكس خمسة وثلاثون مقسمة على خمسة. فهي سبعة. ثم خمسة واربعون مقسمة على خمسة. فهي تسعة. ولإيجاد هذه الخانة قلنا كنعملو العكس. أحد عشر في خمسة. إحدى عشر في خمسة هي خمسة وخمسون. إذا هذا هو التناسبية. يعني أن كما كتلاحظوا أعداد السطر الأول تكون متناسبة مع أعداد السطر الثاني. كنا واحد الخاصية. واحد العلاقة أخرى. مثلا. نشوفوا مثلا هنا عندي عدد علب استردين واحد وتمنديل ستة. إذا إذا كانت عندي علبة واحدة تمنديلها ستة جريم. هذه تسمى العلاقة التلاتية. أو. إذا تسمى قلنا العلاقة التلاتية. أو الرابع المتناسب. إذا لإيجاد هذا العدد. إذا علبة واحدة ثمان وستة الدراهم. فتلاتة علب. أنا خرجت نتمنتش. نشوفها بطريقة أخرى. ثلاتة علب شنو كنعملوه. كنعمل ستة في ثلاثة ليه ثمانية عشر. ثمانية عشر مقسمة على واحد. إذا ثمانية عشر. نشوفوا مثلا شيء خانة أخرى. مثلا هذه. مثل آخر. إذا نتابع نفس المراحل. عندي جوج كيلو جرام من التفاح. ثمانية دياله. هو عشر الدراهم. عندي دابا العكس. عندي عشرون كيلو جرام. نشوفوا. عفوا عشرون درهما. نشوفوا سحل كمية التفاح الموافقة له. إذا نتابع نفس المراحل. دائما اثنان. كنعملوه اثنان في عشرون. هي أربعون. وكنقسموه على العدد الآخر. اثنان في عشرون أربعون. أربعون نقسم على عسرة. هي أربعة. إذا لاحظتم. نشوفوا مثل آخر. نشوفوا مثل آخر. مثلا. خمسة. عندي مثلا كمية تفاح أربعة. شوفوا. أربع. أربع كيلو جرام. ثمان ديالهم. عشرون درهما. إلا بغي تلقى مثلا هذه الخانة. إذن. فخمسة كيلو جرام. ثمان ديالهم. هو شحل. خمسة كيلو جرام. ثمان ديالهم. شحل. قلنا دائما. الرابع المتناسب. خمسة في عشرون. وكنقسموه على العدد الآخر. إذن. خمسة في عشرون. هي مئة. ومئة مقسمة على أربعة. هي خمسة وعشرون. ومن طبيعة الحل. هو العدد الذي وجدناه سابقا. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس. وشكرا. اشتركوا في القناة